مهم مناسبة لحقيقة تطوير المسابقات كمان في خبر معنا مهم النهاردة الحقيقة مازل مرزوق رئيس لجنة المسابقات أكد أنه يعني بيعمل حالياً أنه يتم واضح لائحة عقوبات جديدة وإرسالها لأندية يمكن من البنود اللي تم تعدلها وأعتقد أنها تساهم بشكل كبير في زيادة حالة الضبط والربط اللي في أوقات كتير للأسف بتكون غيبة عن ملعبنا قال مثلاً أنه هيكون فيه إيقاف هيصل لستاشر مباراة في حالة الاعتداء على حكم المباراة دي واحدة ما أعتقد أنه البند ده تحديداً فيما يتعلق بالاعتداء على الحكم كان قبل كده العقوبة بتاعته إيقاف لحد ثمن ماتشاط طبعاً هنا يعني كلمة اعتداء في حد ذاتها يمكن محتاجة شوية تفسير لأنه اعتداء دي ممكن تكون اعتداء لفظي اعتداء بالإيد اعتداء شد من التيشرت أو اعتداء صريح فبالتالي محتاجة تكون أكتر وضوحاً حقيقة كمان رئيس لارنة المسابقات في تصريحات وقال أنه بيعمل أنه يكون هناك فيه اللائحة ما يلزم كل فريق على التوجه لمنتصف الملعب عشان يتم مصفحة بين اللاعبين بعد انتهاء المباراة وده بهدف أنه يكون فيه تقليل لحالة الشد العصبي وقال ليس شرطاً أنه الفريق بالكامل لكن يجب أن يكون شكل حضاري وأنه اللعيبة تسلم على بعد انتهاء المباراة وتسلم على تقم التحكيم بعد انتهاء المباراة ولو امتنع فريق عنده هيكون فيه عقوبة بتطبق عليه أضاف كمان أنه هيتم تجديد العقوبات في بعض الأمور يعني من ورد أنه يكون فيه احتكاكات في كرة القدم ده شيء طبيعي ونشوفه في كل ملعب العالم لكن الاشتباكات انتهت من كل ملعب العالم وده حقيقي يعني نادراً النهاردة لما بنشوف حالة اشتباك بين في مباراة كرة قدم في أي دورة في العالم وده الحقيقة مفروض كمان يكون ينتهي بشكل كبير جداً من مصر ومش هيحصل ده إلي لو كان فيه عقوبات وفيه حالة ضبط ورابط زي ما قلت لحضراتكم وقال أنه الاعتداء على الحكم شيء طبعاً مرفوض جداً وهيترجم على طول للإيقاف لمدة 16 مباراة بداية من الموسم الخاضر